من حق نادي الزمالك ومن حق جمهوره أنه يفرح لما بتكسب النادي الأهلي في مباراة كمّة من حقه أنه يفرح وعمرنا ما هنزاد هنا على فرحة نادي الزمالك ولا جمهور نادي الزمالك أن الزمالك بتخيل النهاردة من 2003 في الضر الأول في بطولة الدوري تتكلم ما يقرب من 21 سنة 21 سنة لأول مرة من 21 سنة نادي الزمالك يفوز على النادي الأهلي في بطولة الدوري في الدور الأول ده بالأرقام والتاريخ هو اللي بقول كده فاحنا ما نقدرش نزايد على فرحة جمهور الزمالك ولا لعب نادي الزمالك ولا جاز الفن احنا بنقفل عن نفسنا شوف أخطاءنا نشتغل عشان الفترة اللي جاي لكن هنا لما تشوف فرحة مسؤول سابق كان بيدير الكرة في مصر كان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تاني لما تشوف فرحة مسؤول كان يدير الكرة القدم المصرية وكان رئيس للاتحاد المصري لكرة القدم وتشوف أسلوبه وطريقته على صفحته الشخصية وانا على الهوى ما قدرش أقول غير أسلوب صبياني أسلوب سوقي لما ده يخرج من مفروض كان رئيس للاتحاد المصري لكرة القدم وكان يدير أكبر منظومة رياضية في مصر هو الاتحاد المصر كرة القدم مش هقول اسمه على الهوى انه هو لا يستحق ان احنا نقول اسمه شوف النهاردة كابتن عصام عبد المنعم وهو كان راجل أهلاوي كان بيدير كرة القدم المصرية كابتن عصام عبد المنعم من الشخصيات المحترمة جدا وإحنا هنا كنا بدي استضيفه في قناة النادي الأهلي شوف لما كان بيتكلم عن نادي الزمالك كان بيتكلم بأسلوب عامل إزاي أسلوب راقي أسلوب فيه شياكة عن نادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك وجوم نادي الزمالك وبطولات نادي الزمالك يتكلم عن الكابتن حمد أمام الكابتن حسن شحاتة وهو جاب الكابتن حسن شحاتة علشان مدير فني لمنتخب مصر هو ده الأسلوب وهو ده الرقي أما الأستاذ الثاني اللي جاي الأسلوب غير يعني سلوب صبياني للأسف يعني ده واحد كان بيديره كرة القدم المصرية بيغازل السوشيال ميديا بيغازل الجماهير وهو ده المسؤول كان بيدير للأسف طيب خلونا نروح لفاصل طيب قبل ما نروح لفاصل معنا مدخلة مهمة جدا مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ علاء عزة كل سنة طبعا أستاذ علاء وتحياتي لك